اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله مشاهدين الكرام أجددوا لحضراتكم التحية كل عمل بين الرد والقبول إلا الصلاة على الرسول والله مفتاح الخيرات كلها الصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قل للفؤاد وقد تمادى غمه ما لي أراك مجهداً محزونا أو ما علمت بأن ربك قائل صلوا عليه وسلموا تسليمة اللي بيشتكي أن الفؤاد محزون مهموم مكروب مغموم والسهاد وصهران طول الليل ومش عارف ينام أو ما علمت بأن ربك قائل صلوا عليه وسلم وتسليمة لما نيجي نقول لي وإننا صلوا عنها بيقول لي لي أقوله رقم واحد لأنها امتثال لأمر الله ده ربنا بيصلي عنها بدأ بنفسه والملائكة بتصلي عن النبي يا أيها الذين أمانوا نعم صلوا عليه وسلموا تسليمة وبعدين سيدنا النبي يقول لي اللهم صلي عليه من صلى علي صلاة واحدة أيها صلى الله عليه عشر صلاوات الله ده رقم واحد لسه لسه في خير من صلى علي صلاة واحدة واحد صلى على سيدنا النبي مرة واحدة ربنا يصلي عليه عشر مرات يعني يصلي عليه صلاة الله رحمة مغفرة رز ستر كرم توفيق شوف من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر الصلوات وحطت عنه عشر خطيئات يصلاة النبي ورفعت له عشر درجات بصلى على سيدنا النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله بنقعد أعداد في الشغل بنقعد أعداد مع بعض في البيت بتقعد مع أصحابك شوف الحديث اللي جيدة وانتبه ليه جيدا قال صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا قط أي أعدى أعدتها في حياتك ما جلس قوم مجلسا قط لم يذكروا الله فيها ولم يصلوا على نبيهم إلا كان تيرة عليهم يوم القيامة كل أعدى أعدناها إحنا قاعدنا صلينا على النبي الحمد لله حد تاني أعد أعدى ما صلاش فيها على النبي ما ذكرش ربنا ما صلاش على النبي الجلسة أو الأعدى اللي قاعدها ديت هتبقى حصرة عليه يوم القيامة عايز تأمن نفسك بقى اه أي أعدى تقعدها اذكر ربنا صلي على سيدنا النبي اللهم ما صلي عليك حد بيكلمك بحاجة يقول له طب بص يا سيد صلي على النبي عليه السلام أنا إن شاء الله بكرة بالصلاة على سيدنا النبي كده دخل الصلاة عن النبي في كلامك جدولك عشان تبقى آمن ده رقم كم كده قلنا رقم واحد إنها متثال لأمر الله رقم اتنين حصول على النبي المرة ربنا يصلي عليك عشرة وهيحط عنك عشرة خطيئات ويرفعك عشرة درجات رقم ثلاثة إنها أمان للمجالس بتاعتنا فأي قاعدة قاعدتها لازم تصلي على النبي عليه السلام عشان تبقى الجلسة دي يتبقىش حج عليك يوم القيام رقم اربعة كفاية الهموم وغفرة الذنوب مش هيبقى عندك هم ولا هيبقى عندك ذنب ازاي حديث أبي بن كعب كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله قال ما شئت قال له ربع وقت أصلي عليك ربع وقت أصلي عليك والباقي أدعي لي والأهل بيتي والناس قال هو خير وإن زدت فهو خير لك وإن زدت فهو خير لك طب أزود طب نص وقت كويس أصلي عليك النص وادعي النفس والحبيب النص قال هو خير وإن زدت فهو خير لك إيه اللي بعد النص فالثلثين تلتين وقت أصلي عليك تلتين وقت والتلت الباقي أدعي بقى لي والحبيب وكده قال هو خير وإن زدت فهو خير لك بس أيدنا وبي قال له أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله أنا أصلي عليك وقت كلها قال إذن تكفى همك ويغفر زنبك قال لي اللي يجي بقى يشتكي من الهم قال له روح صلي عنك اللهم صلي أنا بتصلي بتصلي إيه الصلاة الصلاة على رسول الله لا يبقى مع هموم ولا غموم ولا كروب ولا ذنوب قال لما بتصلي على سيدنا النبي اللهم صلي عليك كمان حاجة خطرة جدا أول آيات نزلت في القرآن إيه يا حضرات الخمس آيات فأول سورة العلق فصحيح اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك مين ربنا مين الأكرم حلوة أوي خدوا باركم ده أول اسم من أسماء الله الحسنى من الأسماء العظيمة لربنا سبحانه وتعالى اللي نزلت في القرآن أول خمس آيات نزلوا أول خمس آيات نزلوا على قلب رسول الله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان أما لم يعلم فأول اسم جلنا الأكرم فربنا كريم يحب الكرم ما بيحبش البخل عايز تاخد براءة أعتبرها براءة براءة من البخل تبقى كريم فربنا يحبك الله كريم يحب الكرم الجواد يحب الجود شكرا